نفوذ او تدخل او تمترس في القلعة السياسية العراقية ثلاثة احتمالات جائزة في يد الادارة الامريكية المفاتيح الامريكية التي تخول لها ان تطل برأسها في كل صولة وجولة عراقية تحمل تفسيرات ثابتة في الوسط العراقي سيما ان الرئاسات الثلاث في بغداد تقف حائرة اليوم للخروج من الازمة ومن جديد تغضب امريكا للعنف المفرط بحق المتظاهرين في الساحات العراقية من هذه النافذة توجه الولايات المتحدة رسائل رسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان لكن الحكومة الان في طور التشكل والبرلمان في طور الانتظار للانتخاب او الاشتباك العملي مع حكومة علاوي والعمل على لزوم ما يلزم من محاولة تهديئة الشارع الغاضب هذا التدخل الامريكي الذي يدخل من نافذة النصح والتوجيه لانهاء اشكال العنف او كما وصفته السفارة الامريكية بالاجرام ضد العراقيين والتنديد باستخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين يفسر بالواقع السياسي على انه خوف من التأثير على تشكيل الطقوس السياسية والضغط على الحكومة العراقية المقبلة للتعاون الامريكي مع ادارة محمد توفيق علاوي الجديدة جزء من مشكلتنا نحن العراقيين الان هو هذا الصراع الامريكي الايراني على العراق ونحن ندفع ثمنه كعراقيين الصورة الاكثر وضوحا تظهر بتفسيل المتابعة الامريكية على انها عودة لاقصاء ايران من المشهد السياسي الاراقي وبالتالي عودة المبارزة السياسية او في اسوأ الحالات عودة المبارزة العسكرية على الارض العراقية مع كل هذه التفسيرات يبقى العنف ضد المتظاهرين مثال قلق واسع للصعيد المحلي والاقليمي والدولي سيما ان جماعة تراها امريكا كامتداد لايران تتورط في انتهاكات ضد المتظاهرين وتزيد التأزم اكثر واكثر وهو التفسير الاكثر منطقية نظر الاراقة الدم المستمر في الساحات والتي لفتت انتباه منظمة العفو الدولي ايضا فيما يجري من قتل ومشاهد بشعة تحذير المنظمة يدعم التفسير الامريكي بان ما يحدث ايضا مرده ايراني الصنع اذا هي صناعة امريكية او ايرانية لكنها في النهاية خراب للمستقبل الاراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة